الكلام اللي بتتكلمه حلو ولوجيك يعني منطقي وكتابي في نفس الوقت ولكن اليوم نشوف واحدة من أكبر التفككات والمشاكل هو في الأسرة كيف نكون عمليين في هذا الموضوع يعني بعد أكثر من رسمة المتلت يعني أنا هقول حاجة عن تربيت الأولاد وأسيب ألس تيسي أقول حاجة كمان عن التفاهم الأسري إحنا محتاجين نهتم بالجو المرح يعني في حد نصحني نصيحة زمان أوي قال do not stop tickling ما توقفش تزغزغ قلت يعني إيه أعزك قال يعني تدخل البيت تزغزغ ابنك ولو لقيت بنتك زغزغها وإذا أمراتك موجودة بالمرة زغزغ معناها أن أنت تدخل تبقى سبب مرح فرح مش أدخل أصلح الأخطاء العادي يعني دلوقتي فكان زمان بيقولوا بابا جه بابا جه عشان بابا بيجيب فرح دلوقتي بابا جه خد لك ساتر استخبة لازم هيطلع غلطان ومقصر في حاجات فدي حاجات هتساعدنا في تربية الأولاد أن البيت أكون مهتم أن يكون فيه جو لطيف يعني جو تفاهم وجو لطيف كمان تربية الأولاد بتتأثر من النفسية اللي مش مش فيها ليه؟ لأني عندي حالة مشورة كانت سيدة بتشتكي ابنها تعرض لنوع منها التحرش في أحد النوادي الكبرى وعملت قضية على النادي وبعدين أنا اكتشفت أن الولد بيتعرض لمشاكل أكتر من اللي أوريدي اتعرض لها واكتشفت في النهاية أن الست دي تعرضت لإيزاء فعزمت في قلبها أن تحمي أولادها وهذا العزم قرار جيد جدا لكنها لم تشفى من المرارة لم تشفى من الإيزاء ده محتاج شفاء يعني ليس مجاله هنا عشان لما تحمي ابنها من الإيزاء تكتبه تعمله بطريقة صحية كمان تربية الأولاد تتأثر بالأساس اللي هو القاعدة اللي احنا قلناها أساس اللي تحمي عليه البيت العلاقة البيت ويحب العلاقة دي يشوف بابا اللذيذ وخليه شوفك بتصلي وبعد كده ما تعالش هامه هو هيجي جنبك ويصلي زيك لا تكون مدرسا بل درسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة